السلام عليكم يا شباب الله يعطيكم العافية اليوم عند أخونا الدكتور حسن ربحات لجميع علاجات الحمام يا شباب جميع أنواع العلاجات للحمام عند الدكتور حسن ربحات وهي أخونا فارس سمهوري منور الله أخوكم العافية يا شباب إحنا بموسم بروك يا شباب ويكون صالح عنده فراخ والحمد لله الفراخ يعني أكثرها بتموت عندنا وأنا واحد منهم طلع مية فرخ بخلف معنا اثنين قاعد بدنا الطريقة الصحيحة للناس اللي تستفيد منها حسن الفرخ ليش بموت 99 دلوية غلطة صاحبه واحد دلوية غلطة الفرخ انت هسه ما تمشي وراه على خورس هاي الدكتور أبو محمد حسن ربحات هسه أبو محمد الفرخ بتطع من عند إما وأبوه صار أمر 20 يوم احكي للشباب ايش الطرق من بتتبع أول ما يريش إن شاء الله بنعطيه المطاين بعد تمام؟ بعد أول ما يبلش يريش تعطيه مطعوم مطعوم الزياتي مطعوم الزياتي تركي أردني لميت فرخ يا شباب هاي العلبة بتطاعم ميت فرخ كل شهرين أنا أفضل كل شهرين أنا أفضل المطعوم للفرخ يعني مثلا ساعمته بعد شهرين نرجع عن طعمه مش إنه الطعمه وتحكي خلاص الفرخ بده يعيش فيه له كورس تاني غير المطعوم عشان تكونوا بالصورة المطعوم الأمرض اسفن يوكسك أما لابد فيه رشحة في بكتيريا في سلال في خنة هذا المطعوم لأنه فيه ناسا دكتور بطعم الفرخ بفكر أنه مخلط خلاص بيضل عايش وبعدين فيه دول تاني بدنا نمشي معه خطوة خطوة كورس يعني دول تاني هذا أول ما يطلع الفرخ من عندها لي أول ما يطلع بعطيه أنه رسول أردني لأنه رسول هذا هذا أنه رسول أردني للأمانة أنا أعطي منه ممتاز ممتاز جدا لليوم ولا فرخ هو والسلطة لأنه يشتغل على الأردني فيه بديله الهولندي الهولندي الشرط هذا لازم نعطيه دايما بالمي أحسن للي على السطح أنا أفضل لا تستغلين في الأردني بس ممتاز بسألوا لأرتين لأرتين العلبة ممتاز وإذا ممكن تجدد ونظبط أكثر أكثر بشتغل معاه على البيتش على الفطريات والبركيريا اليوم حطيتهم اثنين أنا مع بعض ربنا الله يخوان تنظيف حاصلة تنظيف من جهاز التنفس إلى جهاز التناسف حلو يعني بنزلوا عملية تنظيف كامل لطير مية بالمية وبيشتغل أعرف المناع هذا مضاد فطر يعني هذا هذا مضاد فطر وكلاي سوموليلا أصبح مع راتب محمد الفرخ لما بيطلع من عينجل مؤبوه قبل ما يطبع الفطر وعمره 15 يوم كانت فطحه أبنعطيه وزع مناع وما أحطينه مضاد إلا إحنا نحكي عن شغلة بالترقي لما تفطلع ضرم عند أهلي لو مرحلة تلتجل من أهلي أكله عند أهلي ببطع أكله نقش الأكل مش يطلع عند أهلي بوكل بورا بوكل بكرسلني وألف وفطلع ضرم صفر ها بعيد سلام السلمة تالي يوم تالي يوم بجيوم بجيوم مرض لحالك الله أفهم تات الأمور سهلة يا أخوان الله أفهم قصة أمور لفراخ سهلة بس خطوات بتكتمش وراءها تتوفق التوفيق من الله بس انتريش خطوات امشوا وراءها وعندنا دوان دوان راشح يا أخوان هاد أكسل تكسل ينفرمايسين أنا بحط معاه تايلوزين نشهد علي الله هذا ممتاز بيشتغل معانا على أكثر من شهر على أكثر من شهر التنفس هسا سعد الصيف هذا ضروري يعني لو كل أسبوع حطنا الله مرة بالمشربية ممتاز بالعب بالعجبة بالغطايا بالتم بيش بالتم بوزبط بالمي بوزبط أموره تمام وعندنا الحمد لله تايلوزين تقدر تشتغل معاه عن مضاد الفطر إذا أصار عنده قلاع وأنا بنصح أي واحد بصير عنده أي طر قلاع ينتش من عند الحمام أو هاي بكتيريا قاتلة اسمها بكتيريا قاتلة إذا فاتت عن الحمام عادت لك الحمام كله الفوج كله كامل حلو تمام تمام هذا أهم أهم إشي أخوان أنا نرجع نجي هون أعجب أن نرويها آخذ فضلا هؤلنا الشباب هؤلنا الشباب هؤلنا عنا رفع المناعة الـ AD3 في هؤلنا هذا الـ AD3 ممتاز هذا هو الأشي بربي لحم لعب وبرفع مناعته الطير لعب هذا المادلة اسمها AD3 هاي اللي تعطيها للحمام بغلها الحمام ممتاز وضار رفع مناعتها مينة بمينة وبربي لحم للفرخ حلو يعني برفع مناعته بخذه الصحة جانية وعندك فتامين E-Sylenium أنا بعبيهم بعلب هو إيطالي يا أخوان إيطالي علب كبيرة بس الناس ما بتقدر تشتريها كاملة احنا منحطها بعلب صغيرة سعر العلبة لنهارين لرتين يعني هاي العلبة بتقعد عندك أقل إشي حسب العدد أسبوع أسبوعين حقها لرتين يا شباب كل عندك 30-40 فرخ بلاش تعالوا على الزقيقة الزقيقة كمان لازم استعمل فيتامين E-Sylenium E-Sylenium هذا مخصف للذكور للإناث بنشط المضايض بنشط كل إشي هذا نازم يخوان باستمرار تقول انت بالزوق تضلك تحطها بالماء لا تقطع أنا أول واحد داشتري منها يا أخوان لزق دحطها من عندي عندك منشط كش يا أخوان أنا بعمل تركيبة يعني إن شطار ورب العباد بس أنا حق منشط كش والله جبل حسين فيتامين منتاز منتاز يا دكتور وعننا يا أخوان كمان منشط الكبد شركة داك شركة أقوى شركة بالأعلاف ما شاء الله تمام وإن تغير الأعلاف والأعلاف يا شباب اللي بدهم أعلاف برضو موجود هاي رم وهاي وليد درة صفرة درة صفرة قداش سعرها هاي هاي سبعة هاي سبعة دنانير يا شباب شوال درة صفرة سبعة دنانير نظيفة والله وأكل عصفير موجود أيو أكل عصفير ببغغات كل شيء متوفر أعلاف وأكل يا أخوان هاي خلطات منتازة جدا هاي خلطات للي بدهم خلطات اللي بدهم خلطات اللي أعطيك العاف يا دكتور حبيب اللي أعطيك العاف